خلافا لأيام الجمع السابقة شهدت بغداد صباح اليوم انفجارين مزدوجين في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة لتسجل حصيلة من القتلى والجرح المدنيين وصلت إلى أكثر من ثلاثين وفقا لمصادر طبية حكومية فيما أكدت مصادر أمنية أن الانفجار الأول كان بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا أما الثاني فقد نفذ بعبوة ناسفا الانفجاراني استهدفا تجمعا مدنيا يزداد رواده في أيام الجمع ما يشفى لأساطق وفشي حاسب صدري انضربت باوع حوالي وقعوا عفوا هاي جطلت منه عالم منك واحد هذا حنش ماكو حلقه ماكو يعني هاي ماكو هاي منطقة كلها ماكو لأنه لك صابات كثيرة نعم نعم ومنضمنهم واحد هو أبوه وعمه عمه استشد والطفل انضرب رأس وابوه واقع على أن يريد شيء لأخوه وحار بين أخوه وبين ابنه الأحداث الأمنية شهدت أيضا سقوط عدد من قذائف الهاون على منطقة الكاظمية شمال بغداد أسفرت عن إصابة خمسة أشخاص بجروح فيما سقطت قذائف أخرى على منطقة الشعلة تسببت بمقتل وإصابة عدد من الأفراد بحسب مصادر أمنية رسمية هذه الهجمات الإرهابية كانت بمثابة صحوة الموت الأخيرة تنظيمات داعش بعد أن تقهقرت في كثير من مناطق العراق وبالتالي تحاول أن تحقق نصرا معنويا عن طريق تحريك خلاياها النائمة في بغداد وبعض المناطق كان أيضا سقوط عدد من قذائف الهاون في منطقة الكاظمية وأطرافها كل هذه بالمحاصلة النهائية يريد أن يقول تنظيمات داعش لكل مريديه وأتباع أننا ما زلنا حاضرين الخروقات الأمنية هذه تركت ما خوف لدى المواطن العراقي من احتمال تكرارها في الأيام المقبلة بعد فترة هدوء نسبي شهدتها العاصمة بغداد يعني هذه الانفجارات لازم يسولها حل يعني هذه الحكومة لازم يسولها حل الانفجارات يعني ما يكون شيء يعني اليوم واني اشتريت الجهاز اللي بني باب الشرجي راح يتيمهم بالأجهزة الكهربائية وما حسن لضغط يعني هاي ذاني ساني ما اسمع بيها بيها وشي الحمد لله كن نرتاحين وما كان انفجارات وما كان رجعت انفجارات وما رجعت شنسوا الحمد لله بشكر وبحسب البعض فان التطورات الميدانية هذه قد تدفع الأطراف المسؤولة عن الملف الأمني في العاصمة بغداد إلى تغيير بعض من خططها لمنع تكرار هذه الخروقات في المستقبل